التعليق على الموازنة المالية وأيضاً التعليق على الأزمة التي تمر به هذه الموازنة معنا عبر الأقمار الصناعية سالم المسلموي عضو في مجلس النواب أهلاً وسهلاً بك أستاذ سالم أستاذ سالم نبدأ من الذي يجري الآن الآن هناك اجتماع ما بين رئيس المجلس وما بين اللجنة المالية برأيك هل سيتوصل هذا الاجتماع إلى إزالة العوائق أمام تمرير الموازنة خصوصاً وأن الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاعل حالياً بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا اللقاء وهذا الاجتماع مهم جداً حينما قرأت الموازنة القراءة الثانية وكانت هناك حقيقة آراء وأفكار وأيضاً أثيرة ملاحظات من قبل عناء وين ثلاث منها طبعاً الكردستان والأغليم والمنطقة الغربية وما يتعلق الاتحاد القوى وكذلك المحافظات المنتجة للنفط وهذا رتب أثر حقيقة وشبه الاتفاق الذي حصل بأن هذه الملاحظات سوف تدرج بالتعاطي والاتصال والتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء لأن هذا الموضوع لا يتعلق برئاس البرلمان أو الجنمالية وإنما يتعلق بالحكومة حيث الحكومة حينما وضعت هذه النقاط والبنود إنما وضعتها على أساس السعى المالية لدى الحكومة وهذا طبعاً سبب لنا مشكلة كبيرة هذا الحوار الذي يحصل اليوم والاجتماع الذي يحصل هو نتيجة وتنضيج ما حصل حقيقة في القراءة الثانية والتواصل أيضاً مع رأس الوزراء هذا ما نأمل وأعتقد لدي أمل كبير بأنه بكرة سوف تعرض الموازنة وأملي أيضاً من الجميع أن يضع موضوع الموازنة لا يضعه أمام اجتهاد ومزاج ومصلحة شخصية ومصلحة مكونية وإنما يضع مصلحة العراق بالشكل العام لأن ما يحصل من تلك أو لا سمح الله الدخول في مجال العشوائية والفوضوية في موضوع الإنفاق بالتأكيد سوف ينعكس سلباً وتنعكس آثارها وضلال السلبي على جميع مفاصل الدولة سواء كان في قردستان أو في المنطقة الغربية أو المحافظات المنتجة نعم رئيس المجلس قال في بيان أنه وضع صيغة للموازنة هل تعتقد أن هذه الصيغة ستضمن مرورها في جلسة الغد في مجلس النواب؟ نعم يعني هي الممكن واقعاً أنا لا أعتقد بأن السيد رئيس المجلس النواب هو قادر على إزالة كل الشوائب أو المشاكل التي واجهت الموازنة هذا العام نعم ولكن أعتقد بأن الأطراف التي كانت معترضة ولديها ولحظات على الموازنة هي ليس لها أو خيار آخر إنما هو الخيار الوحيد هو التصديق الموازنة وأغرارها في هذا العام إذن أنا أعتقد بأنه الحد الأدنى سوف يقبل به الأخوة الذين لديهم ملاحظات وأيضاً من خلال هذه الفضائيل المباركة الفلوجة الكريمة أنا أدعو جميع الأطراف أصحاب الملاحظات أو أصحاب الأصحاب الحق كما نعتقده نحن أيضاً حق لكن أنا أعتقد بأن تمرير الموازنة والتصويت عليها هو واجب من الواجبات بالضرب من الضررات حتى ندخل في العشوائية كما قلنا نعم أيضاً رئيس المجلس صرح بأن النقاشات الحاصلة أدت إلى الوصول إلى صيغة مرضية هكذا وصفها برأيك هذه الصيغة فعلاً ستكون مرضية لجميع الأطراف المعترضة؟ عذراً السؤال لا تعدوا مرة ثانية بل الزحمة نعم رئيس المجلس قال أن النقاشات الحالية أدت إلى الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف المعترضة هل تعتقد فعلاً بأن هذه الصيغة ستكون مرضية للأطراف المعترضة على تمرير الموازنة؟ يعني هو كما تعلمون بأن الحوار والاجتمع الذي حصل اليوم بالتأكيد وأنا أعتقد أن نربط هذا الموضوع بالعزمة العامة التي تمر في البلاد يعني الطموح الذي يحمله كردستان أو تحمله المناطق الغربية أو المحافظات المنتجة وطموح طبعاً منطقي ومقبول لكن الطموح لا يتحقق إلا من خلال الواقع حينما نأتي الواقع لا يمكن وأعتقد أن الأخوة الأعزاء أخذوا الحالة الوسطية التي هي طبعاً أدنى مستويات الطموح وهذا ما نأمل بأنه فعلاً يتحقق هذا الأمر طيب في ظل تحديد موعد الانتخابات في العاشر من نيسان المقبل هناك تخوف كبير تخوف شعبي وأيضاً تخوف على مستوى المسؤولين من أن تؤدي الحملات الإعلامية وما يسمى بالجيش الإلكترونية بالتأثير على سير العملية الانتخابية ما رأيك بذلك نعم هذا صحيح وللأسف الشديد كل المراحل التي مرت في هذه الفترة الماضية على مستوى الواقع الانتخابي كانت مريرة وتشوفها الكثير من المشاكل والآلام لأن حينما يستخدم أو تستخدم الطرق والوسائل التي تؤدي بالنتيجة للتجويش على رأي الناخب والرأي العام هذا لا يدل على المسؤولية الكبيرة والشعور المسؤولية العالية هذا قد يحصل وأعتقد أنه هو الذي يستخدم هذه الطريقة لا يمكن أن يبتعد عن الضرر الذي يحصل للعراق ويحصل على العملية الانتخابية تعلمون بأن النتائج والمخرج العملية الانتخابية هو المخرج الذي نعبر عنه البرلمان والبرلمان لم يصل إليه المستوى الذي يتناسب مع حجم الطموح والتحديات التي تواجه شعبنا فبتأكد آثار السلبية وظلال السلبي ينعكس على الجميع هذه الجيوش أو الأجندات التي تتحرك من خلال هذه الرؤية وما تمتلكها من أموال طائلة وثروات هائلة يعنيها تعتقد بأنها ستحسن صنع في هذا الاتجاه ولكن أنا أعتقد بأنه ليس في هذا المجال الصنع حسن وأنما نذهب باتجاه لا سمح الله التشويش والتشويش أنتج من عنده شيء لا يرضى الشعب العراقي وقد يؤدي بالنتجة لا تلك وتراجع في أداء وفي الخدمات وما يتعلق بالإعمار يعني أملنا أن لا تكون قضية كذلك ويجب علينا جميعا أن نضع المسؤولية الكبرى التي تواجه بلدنا وتواجه من تحديات وألام كبرى نتج عنها كما تعلمون داعش وغيرها من الألام التي يعني واقبة البسيرة الشعب العراقي هذا كله يجب أن يحضر في الضمير والوجدان حتى نستطيع أن نقول بأنني أنا وضعت نفسي أمام الشعب العراقي وحصلت على المطلوب وحصلت بالوسائل والطرق التي تؤدي بالنتجة إلى المخرج والأخراج الذي يعبر عن رسالة مهمة للشعب العراقي من حضارته وتاريخه وما يتعلق أيضا بالأداء والعطاء والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي نعم سالم المسلموي عضو مجلس النواب كنت معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك